اهلا بكم مع اخبار الرياضة نبدأ كما هي العادة مع الحدث العالمي الابرز وبطلة كأس العالم الذي لم يتبقى منه سوى اربع لقاءات فقط بعد الوصول لدور الاربعة نقدم لكم تقرير عن مواجهات الدور النصف النهائي والتي تفتتح يوم غد انحصر اللقب العالمي الاغلى بين اربعة منتخبات عند الوصول للدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم المواجهة الاولى ستجمع المنتخب البرازيلي صاحب الارض مع المنتخب الالماني في تكرار لمشهد نهائي عام 2002 عندما خطفت البرازيل اللقب الخامس في تاريخها على حساب الماكينات الالمانية الا ان الظروف تختلف حاليا والفرق كبير بين برازيل رونالدو وريفالدو وكافو وبين برازيل اليوم خصوصا مع صفحة غياب النجم الاول نمار بسبب الاصابة وغياب المدافع سلبة بداع الايقاف الا ان ما يتسلح به السلساء من عملي الارض والجمهور قد يعوض هذه الاسماء الغايبة من جهته يدخل المانشافة الالمانية المباراة ويأمل بتخطي عقبة السامب البرازيلية وهو مكتمل الصفوف سعيا الوصول للمباراة النهائية وإحراز اللقب الأغلى والذي تنتظره الجمهور الألمانية منذ أكثر من 24 عاما ثاني سدمات هذا الدور ستجمع المنتخب الارجنتيني الذي وصل إلى دور الأربعة للمرة الأولى منذ منديال عام 90 مع نظيره الهولندي وصيف النسخة الماضية والذي لم يحقق اللقب من قبل رغم وصوله إلى النهائي ثلاث مرات التانجو الأرجنتيني يسعى لاستغلال الحالة التهديفية والنفسية الجيدة لنجمه الأول لينويل ميسي لتجاوز عقبة الهولنديين رغم تعرضه لضربة موجهة بغياب أنخل ديمارية عن القمة بسبب لعنة الإصابة لويس فانغال مدرب الطواحين الهولندية أعد العدل للموقع وسينصب تركيز الفريق على مثلث الرعب الهجومي أهرين روبين وفان بيرسي وويسل شنايدر لإقصاء المنتخب الأرجنتيني والوصول إلى المبرات النهائية للمرة الثانية على التوالي إذن لقائين ناريين سيكون المشاهد وعاشق السحرة المستديرة هو الرابح الأكبر في هذا الدور بغض النظر عن هوية المتأهلين كون اللقائين بين مدرستين أوروبيتين كبيرتين تستضمان بمدرستين لاتينيتين تحجب ران أفضل من صدرت لعبي كرة قدم للعالم بأسره من جهته قدم الاتحاد البرازيلي استئنافا للاتحاد الدولي لكرة القدم لشطب البطاقة الصفراء التي تعرض لها المدافع تياغو سيلفا في لقاء كولومبيا في دور الثمانية والتي ستحرمه من المشاركة في لقاء منتخب بلاده ضد المنتخب الألماني يوم غدا وأكد الاتحاد البرازيلي خلال الاستئناف أن سيلفا لم يكن يقصد العرق للحارس الكولومبيا وأن الاستضامة كان عفويا وفي حالة عدم قبول الفيفا لهذا الاستئناف هو الأمر المتوقع فأن قلب دفاع باير مينخ دانتي الذي لم يشارك في أي لقاء حتى الآن خلال مشوار البطولة هو من سيحل مكان سيلفا خلال هذه المواجهة تصدر مهاجم المنتخب الفرنسي كاريم بنزيمة قائمة أفضل لاعب البطولة حتى الآن والتي تصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ويأتي تصدر بنزيمة القائمة على الرغم من خروج منتخب بلاده من البطولة من الدور الثمانية وصيامه عن التهديف أيضا في آخر ثلاث مباريات خلال البطولة وحل في المركز الثاني الكولومبي رودريغز والمدافع الفرنسي فاران في المركز الثالث والغريب أيضا وقوع الهولندي أرين روبين في المركز السادس رغم الدور الكبير الذي لعبه بتأهل المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي البطولة تدرب المهاجم الأرجنتيني أغويرو مع زملائه بشكل طبيعي في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة هولندا في نصف نهائي كأس العلم وبعد تحسن الحالة بشكل ملحوظ سيكون أغويرو ضمن قائمة المنتخب في اللقاء القادم ومن المتوقع أن يكون على دكة البدلاء منذ بداية اللقاء أما النجم ديماريا فقد غاب عن تمرينات التانجو الأرجنتيني كونه تأكد بشكل رسمي غيابه عن اللقاء هولندا إلا أن طبيب المنتخب الأرجنتيني سيتخذ قرارا في وقت لاحق بشأن إمكانية لحاق نجم ريال مدريد ديماريا في المباراة النهائية في حال تأهلت الأرجنتين في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع توقع الأسطورة الأرجنتينية دياغو مارادونا أن يجمع نهائي بطولة كأس العالم المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الألماني وأشار مارادونا في تصريحات صحفية أن النهائي عام تسعين الذي جمع منتخب بلاده مع ألمانيا سيتكرر في هذه النسخة مؤكدا بالوقت ذاته أنه لا يقلل من قوة المنتخبين البرازيلي والهولندي وأعتبر مارادونا الذي تويج باللقب عام ستة وثمانين نهو بعد فوز التانجو على بلجكا أصبح الحلم يقترب أكثر وأكثر رغم الانتقادات لأداء الأرجنتين حيث أكد أن الجماعية غابت عن الفريق خلال هذه البطولة استقبل المنتخب الكولومبي استقبال الأبطال في البلاد بعد مشاركة إيجابية وناجح لهم في منديال البرازيل ووصولهم لدور الثمانية واحتشدت الجماهير الكولومبية للاحتفال مع اللاعبين والتعبير عن فخرهم بهذا المنتخب الذي قدم أداء مشرفا خلال البطولة وتصدر لاعبه رودريجز قائمة الهدفين بإحرازه ستة أهداف وكان من بين المستقبلين لبعثة المنتخب الرئيس الكولومبي إخوان سانتوس الذي ارتدى القميص الأصفر الخاص بمنتخب بلاده وأيضا أكد على ضرورة الاحتفاظ بمدرب المنتخب الكولومبي في هذا المنديال بعد انتهائه وخصوصا للمرحلة المقبلة اشتركوا في القناة